اشتركوا في القناة انت ليش متوتر انت ليش اول اشي انا مش امعصب عليك ومش متوتر ومش منفعل ولكن في الحلقات السابقة لما كنت انتقد بعض التوقعات لبعض الاشخاص او انسأل سؤال واجاوب عليه فكان يجيني تعليقات من بعض الاشخاص يعني اكيد محسوبين على اشخاص او بقدسوا اشخاص يقولولي انت شو دخلك انت ليش بتهاجم زملائك انت ليش بتنتقدهم خليك في حالك هاي التعليقات موجودة في حلقات كثيرة ما انشطبت يعني ضلت موجودة فاولا انا اه مش كل الفلكيين زملائي وهاي شغلة ما فيها زمالة يعني لما انا اشوف الخطأ واسكت عنه فانا بشجعوا على الخطأ وبشجعكوا على انكوا تسمعوا الخطأ او تأمنوا بالخطأ اه فوساكت عن الحق شيطان اخرس فانا لا شيطان ولا اخرس ولا ايلي زملاء لانه طالما انه الشخص اللي بده يفتح قناة والقناة هاي ما بده يكون صادق فيها ويعطي العلم بامانة وفي نفس اللحظة ما يخوف الناس وما يعيش الناس بوهم بس مجرد انه بده يتكلم اه واجب علي انا اني انا ارد واجب علي اصحيح المعلومة واجب علي اني اخلي الناس ما تقع بالغلط وبرضو ما تنجر وراء الصابين ومحتالين هذا واجب علي فاذا انت شايف الامر لا مش واجب والله معناته انت حر انت روح وتابعهم وقعد عندهم وعادي يعمل لي بلوكر الله يسهل عليك فانا مش منفعل على الناس اللي بتفهم مش منفعل على الناس اللي مثلا بتاخذ بالكلام اللي بدها علم وبدها مصداقية وبدها هذا انا بنفعل على الاشخاص اللي بتيجي اتهاجم بس لانه فلان محسوب عليها او هي بتعرف فلان او تعاملت مع فلان او مسدية فلان او انه مقدسة فلان هي حرة الله يسهل عليك وروح تابعوهم يعني ليش بتجيني يعني تابعو وما تجينيش الا اذا انت حابب انك انت تتنور حابب تفهم حابب تستخدم دماغك فاهلا وسهلا انا جاهز بعلمك وما ببخل عليك باي معلومة ومش بحاجة لا لا فلوسك ولا لا تحليل خارطتك ولا انا فاتح حدوك كان على اساس انو والله انا مية على اي واحد يجي عشان اخذ منه مية دولار انا باخدش فلوس ولا على اي اشي فعشان هيك بنفعل انا لما بشوف ناس بتتأثر سلبا بكلامهم لانه هذا الاشي بأذيني بحبش اشوف ناس سلبية او ناس انشحنت بطاقة سلبية او ناس توترت او خافت هذا الاشي انا بكره او انضحك عليها او انتصب عليها وهذا الاشي مش اليوم ومش بحكي هذه الحلقة او الحلقة السابقة عشان اجيبه الله متابعين ارجعوا لسنة لورا او سنتين لورا واسمعوا الحلقات اسمعوا قديش انا تهاجمت واسمعوا قديش انحكي علي بسبب كشف فضائحهم وطرق نصبهم واحتيالهم وكيف بيستغلوا الناس وعلى اي اساس بيستغلوهم وانه هم ما بشوفوكو بني ادمين هم بشوفوكو عبارة عن ورقة عملة يعني هو كيف بدي ياخذ العملة منك او كيف بدي ياخذ الدولار منك ما بهمه انت اصابت معك ولا خابت معك ولا زبطت امورك ولا دمرت حياتك ما بهمه هو بهمه كيف ياخذ منك فلوس انا هذا الاشي مش موجود عندي فعشان هيك يعني اللي بده يجي يقول يا سعيد انت ليش مكبر الموضوع لا انا طبعا بدي اكبر الموضوع بما انه في مجال ينضحك على الامة من خلالها لا انا واجبي واجبي اني انا اوضح للناس انه هذا غلط وهذا الصح هو هسا اقتنعوا اقتنعوا ما اقتنعوهم حرين ولكن واجب علي اني اعمل هذا الشيء فلما انا بكون محتد بكون محتد على الناس اللي بدها تهاجمني هسا تهاجم تيجي تكتب في التعليقات لا انت اخطأت في المسألة هاي المسألة هاي انا بشوف انه واحد اثنين ثلاثة اربعة اه والله بحترم رأيك انت عندك علم درست اقتنعت بالفكرة تبعتك عندك دليل علمي باخد بكلامك ممكن انت تصلح لي فاذا صلحت لي باجي بقول اه والله انا غلطان يا عمي وكلامك انت الصح وهذا اللي انت حكيته انا رح احكيه في حلقة والحلقة هاي رح اذكر انه انت كتبت هذا التعليق او رح انشر تعليقك لانك انت انت قدتني او صلحت لي او تكلمت بشيء انا غفلت عنه مثلا او انا اجهل انا قلتلكو انا مش علامة ومش اللي بقوله مش قرآن فممكن اخطئ انا ببعض الامور ولكن اللي بيجي بقول لي انت شو دخلك وانت كذاب وانت نصاب وانت محتال وانت تتعمل هذا الشيء لاجل كسب المش عارف مين وعشان المتابعين وعشان اللايكات برضو انت زيك زيهم هو هذا الشخص اللي بحكي هذا الكلام لا هذا بطلع بمسح في كرامة الارض وبعرف كيف ارد عليه وبعرف كيف اخرسه وبعرف كيف اداوي ده انه الا الاهانة ماشي بدك تناقشني علميا ناقشني بدك تحط جبالي علم تفضل اما بدك تطلع بس لانك انت بداك تفو انت لشو معناته ليش انت علقت انت علقت عشان تلفت الانتبة انت مريض نفسيا يعني انت علقت عشان تلفت الانتباه وعشان انه يعني انا اعبرك مش انت من ناحية علمية انت جاهل لانك لو عالم انت بترد عليه بتصحح للمعلومة بتقول لي والله كذا لانه هذا بيكون على درجة كذا تباطئه بيكون بسرعة كذا فبشكل كذا وشعاعه بيكون بكذا امتداد من شعاع كذا يعني تعطيني اياها بشكل علمي اما بدك تيجي تنظر تنظير لا يا حبيبي اروح نظر عند غيري انا مش فضيلك بدك تيجي تشتم عادي بعرف ارد بتحمل انا اي واحد يحكي اي كلمة بتحملها ولكن لما توصل لمرحلة انك انت بدك تشكيك فيي او في علمي او في نزاهتي او في مصداقتي لا هنا بحط لك حد مظبوط فانا لم عصب عليكم ولا بعصب عليكم متابعين احبة يعني انتو اخوتي واصدقائي واصحابي عشيرتي انتو بمعنى اخر انتو عشيرتي انا يعني انا بعلم فيكو بدي اعلمكو بدي افيدكو من الاشي اللي عندي لانه الواحد ما بضمن حياته ما بدي اكون كاتم للعلم فعشان هيك من البداية من اول ما رجعت لليوتيوب لليوتيوب انا كنت احكي هذا الكلام انه انا نفسي اعلمكم نفسي اشرح لكم اللي عنده اسئل علمي يسأل انا بجاوبه ما عندي اي مشكلة ما بتكبر على حد ولا بتفاخر بعلمي ولا بتفاخر باللي عندي ولكن اللي عندي بعطيه بس ما بدنا نرغي زي حلقة الامس ونطول فاعتقد انه انا هيك وضحت الصورة اسامحوني اذا انفهمت خطأ في بعض الكلمات ولكن كلها بالعشم وكلها بالمحبة ولانه هذا الاشي بحق دمي فحبيت اني اوصل هاي الصورة اليوم توقعتنا اليوم الاربعاء خمسة تشرين الاول اكتوبر طبعا اليوم في عنا خلوم مسار في ساعات متقدمة او متأخرة من ليل يوم الاربعاء ولكن عنا اليوم بداية زاوية هاي الزاوية لازم تسمعوها اللي هي اول زاوية من الزوايا البطيئة بعدين بتكون طنش وباقي الزوايا انتوا حرين ولكن هاي الزاوية مهمة لانها الها اثارها لمدة لغاية اثنين وعشرين الشهر وهاي الزاوية رح تتكرر كمان في شهر 11 فعشان هيك لازم تسمعوها وادققوا بتفاصيلها طبعا القمر اليوم او الان موعبة الحلقة هو موجود في منزل سعد السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق اللي هو مساء يوم الثلاثاء على الاربعاء بعد منتصف الليل اللي هو اول دخول لساعات يوم الاربعاء بتوقيت جرينيتش يعني الساعة 12 و 45 دقيقة بعد منتصف الليل اليوم الثلاثاء على الاربعاء بصير القمر في منزلة سعد الأخبي وهي منزلة للحماية والضرر الضفر والعقد طبعا القمر زي ما حكينا هو موجود في برج الدلو معناته منشعر انه بحاجة ماسة للتغيير الروتين عدو هاي الوضعية منكون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي وبوسعنا تعزيز صداقة جديدة وادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا او شراء اجهزة الكترونية او تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا الزاوية اللي رح نحكي عنها اليوم بدأ تأثيرتها هي لها تأثيراتها تقريبا بحدود الاسبوع ولكن كانت بزاوية منفصلة يعني ما كانت التأثيرات المباشرة لهدولة الكوكبين والان لما احكي شو اللي رح يصير او شو اللي بيأثروا هدولة زاوية هاي زاوية التربيع ايش تأثيراتها رح تربطوها بالاحداث اللي صارت بفلوريدا مثلا والاعصار فهي زاوية هي سبب هذا الموضوع وزاوية اخرى كنا نذكرها في الايام الماضية اللي هي زاوية زحل مع اورانوس اللي هي لها علاقة برضو بالحدود الامور الطبيعية ولكن هاي زاوية اللي بين المريخ وبين نبتون زاوية التربيع هاي اللي رح يبدأ تأثيرها من اليوم اللي هو خمسة عشرة ولغاية يوم ثمين وعشرين عشرة اللي هي هاي نعتبرها حدة الزاوية طبعا ذروة هاي الزاوية بتكون يوم اتناش عشرة هاي الزاوية رح تتشكل مرتين هاي الفترة وفي شهر 11 رح تتشكل كمان مرة نفس زاوية التربيع لانه المريخ بده يتراجع فلما يتراجع رح يشكل هاي الزاوية كمان مرة ولما يرجع للحركة الامامية برضو رح يشكل هاي الزاوية كمان مرة يعني راح تتشكل هاي الزاوية ثلاث مرات ماشي هسا أول تشكل إلها اللي هو التاريخ هذا اللي هو من خمسة عشرة لغاية اثنين وعشرين عشرة هنا طيب شو تأثيراتها على الأفراد بينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز تزداد خلال هاي الفترة حالات إلها علاقة بالتسمم الغذائي والتسمم من الغازات والتسمم من الأمور اللي إلها علاقة بالسوائل هذا واحد ممكن نتعامل مع بعض الأشخاص ونكتشف لاحقا إنهم بيكذبوا علينا فعشان هيك أثناء تعاملكم مع الأشخاص أو مع الناس ما تعطوه الثقة الكاملة أو تعطيهم القدسية الكاملة إلا لحديث ما تتأكدوا من هاي الأمور عشان ما تنخدعوا فيهم الأمر الثالث الأشخاص اللي بيتناولوا الأدوية وهي الأمراض المزمنة في الفترة هاي اللي هي من الآن لغاية اثنين وعشرين عشرة بدهم يركزوا على أدويتهم بشكل جيد ويحسبوها بشكل جيد لأنهم ممكن يتناولوا أدوية بطريق الخطأ أو إنه مثلا ينسى إنه أخذ العلاج يكون ما ياخده وينسى إنه أخده فيأخده مرة ثانية أو إنه يأخد أدوية أخرى فيصير في تسمم إلو علاقة بالأدوية فانتبهوا لأدويتكم وحاولوا إنه يكون ضبطه منبه أو نوت عشان تعرفوا إنه أخدته أو ما أخدته دوليا بدل هاي الزاوية على اضطرابات اضطرابات سياسية في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش وازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية المتطرفة وممكن تشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية إلها علاقة بالفيضانات أو غرق بعد الصفن أو الأمور اللي إلها علاقة بالسوائل ناقلات البترول أسعار البترول ارتفاع هبوط هاي الأمور راح تصير كثير في خلال الفترة هاي وأيضا إلها علاقة بالحرائق وإضرابات في قطاع الصناعة والصحة هذا الأمر اللي حكيته الآن دائما أي زاوية سلبية ما بين المريخ ونبتن بنحكيها طيب الآن المريخ موجود في برج هوائي ماشي ونبتن في برج مائي هو ومي ما بعض شو بصير؟ بصير إعصار ماشي وبصير حالات من الرياح الشديدة طب المريخ له علاقة بالدمار معناته حالات عنيفة جدا من تقلبات المناخ راح تأثر على الكرة الأرضية وفي مناطق معينة راح تشهد رياح غبار بشكل عنيف ومناطق راح يصير فيها أمطار بشكل عنيف وأماكن راح يصير فيها أعاصير برضو بشكل عنيف الأمور اللي له علاقة بالبحار والأمور هاي هاي يعني بتعتمد على الفيضانات والمناطق القريبة من المحيطات واللي بتتأثر أساساً اللي قد صيرها بيكون له علاقة في هاي الأمور زي مثلاً ولاية تكساس في أمريكا أو مثلاً فلوريدا هاي مناطق دائماً فيها أعاصير ولكن ممكن مناطق أخرى تتعرض لعاصير خلال الفترة القادمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين عطارد وبين نبتون وحكينا أن هاي زاوية تأثيراتها مستمرة لأنها زاوية منفصلة لغاية 16 يعني بكرة آخر يوم لإلها بالدل على صعوبة في معرفة مشاعر الآخرين وبيكون صعب علينا التعامل معهم وممكن ينتج عن ذلك سوء تفاهم وعدم القدرة على علاج المشاكل العاطفية الناتجة عن ذلك وممكن نرتكب بعض الأغطاء في أحكامنا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لخيبات أمل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليت إيجابية بين عطارد وبين بلوتو وهاي طبعاً حكينا إلها ذروتين هي تأثير هاي زاوية لغاية يوم 19 الذروة القادمة إلها اللي هي كان لها ذروة في 27 تسعة والآن الذروة الأخرى يوم 17 طبعاً بيزيد من حد الذهننا وحدثنا وقدرتنا على النقد والانتقاد وبتمنحنا حبل العدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا في تنظيم أعمالنا وإنجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها والأخيرة من الزوايا البطيئة وهي زاوية التربيع منفصلة بين زحل وبين أورانوس وهاي تأثيراتها ليوم 16-11 يعني هاسا صار فيه عندنا زاويتين قويات اللي هي المريخ مع نبتون وزحل مع أورانوس هاي الزاوية برضو بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكوم ما واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث على السك الحديد وبالدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة هاي صار عندنا عواصف حوادث طبيعية مدمرة من زحل وأورانوس وأيضا المريخ ونبتون يعني صار عندنا تأثير مزدوج لقوة الأحداث القادمة اللي إلها علاقة في هاي الأمور هسا مش يجي حد يقول أنت بتخوفنا وإحنا جنب البحر وإحنا بجنب النهر إحنا منقول هاي احتمالات إحنا مندرس وقاع ولكن تتطلب من بعض الأشخاص يأخذوا الحيطة والحذر أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل زاوية تثليت إيجابية بين القمر والشمس رح تكون ساعة ستة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة أربعة وسبعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ابتقلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة خمسة وتسعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من واجه مصاعب وعرقيل بتطلب منه أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضود وبيفتقر البعض الشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية الأخيرة قبل خلو المسار هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون تأثيراتها ساعة عشرة وخمسة وأربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنمدفع للإهتمام بصحتنا أكثر فأكثر طبعا بالنسبة للزاوية تأثيراتها من ساعة الصباح ولغاية ساعات منتصف الليل بعد هاي الزاوية ببدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ يوم الأربعة اللي هو اليوم الساعة عشرة وخمسة وأربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى ظهر يوم الخميس يعني لغاية الساعة اثناش وستة وأربعين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش ليستقر القمر بعدها في برج الحوت هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبي أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال الأعمال اللي بدانا فيها قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عنا بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب وعضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية بالنسبة للعمليات الجراحية يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها قبل قليل هذا يوم مناسب للعمليات الجراحية كاملة يوم مناسب برضو بدأت اللي هي ملامح عملية التجميل اللي إلها علاقة بالحقن مثلا أو تنظيف البشرة أو المرهاي ولكن الجراحة ما زالت منه لأنه لا تصلح لأنه الزهرة ما زالت منتحسة بالنسبة لإزالة الشعر الزائد لا يصلح إلا للإنساء الناس الطبيعيين أما اللي عندهم غزارة أو كثافة بالشعر وهذا الشيء بضايقهم لا بدهم ينتظروا في حال ما بعد اكتمال القمر في حال نبلش يتناقص هاي الفترات المناسبة لهذا الأمر بالنسبة لهذا اليوم يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدد عمره عشر أيام في تمام الساعة 2.17 دقيقة عصرا بصير عمره 11 يوم نسبة الإضاءة بصير 75% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 سعيدة بالنسبة 85% طيلة اليوم القمر في الدلو حتى يوم 16 هو الآن سعيد بنسبة 60% في ساعات منتصف الليل بصير سعيد بنسبة 10% في ساعات الفجر بصير منتحس بنسبة 25% ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 10% ولكن في ساعات الظهر برجع بتتناقص ساعاته لـ 25% وبكمل من ساعات الظهر لغاية ساعات المساء منتحس بنسبة 25% عطارد في العدراء حتى يوم 10-10 ما زال منتحس بنسبة 40% الزهرة في الميزان حتى يوم 23-10 برضو ما زالت منتحسة بنسبة 10% المريخ في الجوزاء حتى يوم 30-10 مسعيد بنسبة 15% المشتري في الحمل بيتراجح حتى يوم 28-10 بعدين بده يرجع للحوت ويكمل تراجعه منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو بيتراجح حتى يوم 23-10 منتحس بنسبة 40% وأورانس في الثورة بيتراجح حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% ونبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم 14-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجذب يتراجح حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفل أو مناسبة حاولوا أنكم تطلبوا المساعدة وما تترددوا بتقديم المساعدة بدوركم في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء الجيران أهم جنكم ما تبقوا واحدين وحاولوا أنكم تخرجوا للقاء الناس لأجواء جيدة على المستوى الاجتماعي ولكن حاولوا أنكم ما تفرضوا سيطرتكم أو سلطتكم على معارفكم وأصدقائكم وما تتحسسوا أثناء علاقاتكم الاجتماعية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل حاولوا أنكم تقدموا أفضل ما لديكم لعلكم تحققوا إنجاز أو تحرزوا تقدم مفاجئ ممكن تظهر متاعب عائلية أو شخصية المطلوب منكم تكونوا على قدر من المسؤولية تعتبر هاي فترة فيها بعض الصعوبة فعشان هيك ما فيه داعي للتحور أو المغامرة أو المجازفة أو مخالفة القوانين برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بتنشطوا في أمور الهلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن تلتقي بوجوه وأراء وثقافات مختلفة طبعا الأجواء ممتازة جدا بتحيط بحياتك حاول أنك تعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية وتعتبر هاي فترة مثمرة على جميع الأصعد إن كان عاطفيا أو المستوى امتحنات أو علاقاتك نقاشاتك كلها أجواء جيدة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة ومن جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بنسبك إطالة الخلاف والزعل حاول أنك تسارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولذق ممكن تناقش موضوع بيتعلق بإرت أو موضوع مالي أو حتى موضوع له علاقة بالتأمين أو الضريبة أو أموال لإلك بتحاول أنك تحصلها برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر مقابلكم في برج الدلو فبترغبوا في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف تاني وأيضا تعزيز العلاقة ما بينكوا بين الأزواج أو المصالحات وما بينفعكوا اليوم الإنفعال ولا العصبية حول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال علجوا كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة وما تتسرعوا باتخاذ القرارات برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا العمل بدأ يتراكم عندكم أو تزدحم أوقاتكم بأعمال مهمة بتحاولوا تنجزوها حاولوا أنكوا تنجزوا أعمالكم بدون ما تشتتوا حالكم في أمور ما في منها فائدة أو أمور أقل أهمية انجزوا المهم ما بوسعكوا من الأعمال دون ما أنكوا تبالغوا في الأمور الصحية أو ترهقوا نفسكم انتبهوا لغدائكم وراحتكم ما تسمحوا للواجبات بالتزاكم ولا بالتراكم كونوا أكثر تنظيما وأحسنوا إدارة الوقت يتجنبوا إثارة العدوات وإهمال وضعكم الصحي واخذوا قصة من الراحة من وقت لآخر وإهدوا لأنه ما في داعي للانفعال أو السيطرة على الأصدقاء برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معهم فترة إيجابية وقوية جدا على المستوى العاطفي ومستوى بعض الأمور اللي إلها علاقة بالحضود فترة مثمرة إيجابية بتستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات وباستطاعتك المبادرة بأي اتجاه الظروف ملائمة أيضا للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولات برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم شيء أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية يعني الأمور البيتية هي أكثر تركيزك رح يكون عليها خلال هذا اليوم أو الأمور العائلية أو مسألة عائلية بتلفت انتباهك وبتطلب منك إنك تعالجها برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار وبتتمتعوا بسرعة بديها وخاطر عالية جداً وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح الأفكار الجديدة ممكن تحصلوا على فرصة جديدة تفسروا من خلالها مشاعركم أو حتى إنكم تروجوا لشيء معين وتبرروا عن موقف سابق أو تحلوا مشكلة قديمة أو تنشطوا برضو بالتنقلات والاتصالات وحتى الاهتمام بأمور إلها علاقة بالعقارات أو حتى إلها علاقة بالأمور اللي بتتعلق بالاتصالات برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعاً اليوم بيحمل فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل غضافي مع هيك بتكونوا أكثر حذراً من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعلجوا استحقاق مالي أو تحصلوا على بعض المكاسب اللي بتيجي مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم أهم إشي إنه ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل تدققوا بالتفاصيل بتطمئن خواطركم نوعاً ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شي إنه تتفاعلوا هذا المطلوب عشان تقدروا تحصلوا مكاسب كثير برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً اليوم فترة أفضل من الأيام الماضية وبتعيد لكم نشاطكم المفقود وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي هذا يوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك أنك تتحلى بالحكمة وواقعية للأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر كان صعب إنك تحققه في الأيام الماضية فالآن فتحت الأبواب بشكل أقوى بالنسبة لإلك في كثير من المجالات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر صار موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي حاولوا تنظيم أموركم المحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتدمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس فعشان هيك بتكون تحذروا من البدء بأي شيء جديد وما تتخذوا قرارات حاسمة وما تسمحوا للقلق إنه يسيطر عليكم ويمنعكم من العمل والنشاط وحاولوا أنك تنظموا أموركم وانضعفوا مجهوداتكم يعني برضو يوم متعد لغاية ظهر الغد اللي هو ظهر يوم الخميس لا تشعر إنه الأمور تحسنت والقمر بيكون وصل لعندك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء